العرب على المريخ للتغريب بكثافة تحت هذا الوسم مصبار الأمل الشيخ محمد خرج وكتب بعد إطلاق أو بعد إعلان الإطلاق الناجح كتب محمد راشد التهمة أو المهمة تمت بنجاح أو تمت المهمة بنجاح ليبدأ نشطاء على المواقع التواصل الاجتماعي التساؤل عن هذا المصبار أين أنتج وكيف أطلق ومن يديره ومن يشرف عليه خصوصا وأن الإمارات ترويخ خلال الأيام الماضية أن هذا إنجاز عربي خالص بحثنا في فريق شير عن أين أنتج هذا المصبار وأين تم إطلاق وتم تصنيعي لكن قبل ما أقول لكم أين هعرض لحضراتكم تغريدة عبد الفتاح السيسي واللي كان أول المهنئين بهذا الإطلاق قال تبعت بكل فخر وصول مصبار الأمل إلى كوكب المريخ وهو ما يعد خطوة غير مسبوقة في مجال البحث العلمي تبشر بنهضة عالمية في المنطقة العربية رجوعا إلى الفريق المشرف على هذا المصبار والفريق الذي قام بالبحث والإشراف وإعداد هذا المصبار وجدنا أن هذا هو الفريق المشرف على عمل هذا المصبار وهو فريق معمل في كولورادو في الولايات المتحدة الأمريكية تحت إشراف مباشر من وكالة ناسا ووكالة أو وزارة الدفاع الأمريكي هو من قام بإطلاق هذا المصبار أيضا من قام بتشغيل ومن قام بمراقبة ومن سيقوم بالدعم الفني وكذلك الإمداد والتعامل مع هذا المصبار هو هذا الفريق الأمريكي المكون شراكة من بعض العلماء الأمريكان بالإضافة إلى عالم ياباني لم تشارك الإمارات العربية المتحدة في هذا المشروع إلا بالأموال وليس لها أي فرض أو أي عضو بشري داخل هذا الإطلاق أو داخل هذا المشروع يتفاعل نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي بسخرية مصبار الأمل هاشتاج تصدر مواقع التواصل الاجتماعي وألاف من التغريدات الساخرة بسبب إعلان الإمارات عن هذا الإنجاز من هذه التغريدات توفية علوية بيقول مصمار الخيبة لقتلت أطفال اليمن ومصبار الأمل لعقول أجنبية أنتجت وأبدعت وتم دفع المال لها من أجل إطلاق إنجازها من الجغرافية العربية نحو المردية أما حسن فبيقول هنيئا للولايات المتحدة الأمريكية بإطلاق مصبار الأمل من الإمارات وتحية لبن زايد وبن راشد على تمويل المشروع من الأموال العربية صاحب التغريدة بيقول مصبار الأمل مدن الزجاج بشعوب مستوردة تفتخر بصاروخ صنع أو صنع الغرب مكلف أكتر من اقتصاد العرب مجتمعين أيضا بورجة خاهرة أمس أضيء بألوان علم الإمارات احتفالا ومشاركة للإمارات في هذا الإنجاز بزعم النظام المصري والنظام الإماراتي أيضا السخرية على مواقع التواصل الاجتماعي لم تخلوا من الكوميكس والصور هذه الصور مثلا واللي بيظهر فيها بعض رواد الفضاء وكأنهم قاعدين على الأرض في جلسة عربي وأيضا هذه الصورة بيتم تدولها بكثافة على مواقع التواصل الاجتماعي لمجموعة من الإبل الإماراتي وكأنهم وصلوا المريخ في رسالة من النشطاء أن ربما يصل الإبل إلى المريخ ولن تستطيع دولة الإمارات بهذه العقول التي معظمها مستورد أو جميعها مستورد من الخارج أن تصل لهذا الإنجاز فاصلهم كم